العمالقة في شبوه خبر شغل حيزا في الفضاء الأعلامي خلال اليومين الماضيين عقب وصول قوات تابعة لألوية العمالقة المدعومة من الإمارات إلى محافظة شبوه لبذء ما قيل إنها عملية عسكرية لتحرير المديريات الغربية من المحافظة وعلى رأسها بيحان وعسيلان وصول تعزيزات العمالقة جاء بعد أقل من يومين من إقالة الرئيس هادي لمحافظة شبوه محمد صالح بن عديوه بضغوط من التحالف بسبب مطالبته بمغادرة الإمارات لمنشأة بالحاف الغازية وتعين رجل الإمارات الأول في المحافظة عوض الوزير العولقي محافظا جديدا قوات العمالقة من جهتها أكدت في بيان عن وصول قوات تابعة لها إلى مدينة عطق عاصمة المحافظة وقالت إن تلك القوات لم تنسحب من الساحل كما يشاع وإنها ستواصل طريقها باتجاه مديرية بيحان الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثية منذ سبتمبر الماضية لكنها عادت لتقول عكس ذلك في بيان منفصل وتؤكد أن القوات التي وصلت إلى شبوته كانت تتمركز في الساحل الغربية وصول قوات العمالقة التي يقودها الرجل العسكري الأول للإمارات أبو زرعة المحرمي جعلت الكثير من متابعي الوضع يتساءلون عن مستقبل شبوه في ظل مخاوف من استكمال مخطط تقسيم اليمن والذي تأكدت معالمه أكثر بعد عمليات الانسحابات التي تمت في الساحل الغربي من قبل قوات الإمارات وتسليم مناطق واسعة للميليشيا الحوثية كما أن وصول العمالقة إلى شبوى بحسب مراقبين سيعزز نفوذ المحافظ الجديد وسيهمش القوات التابعة للجيش الوطني هناك الأمر الذي سيسهل ابتلاع المحافظة من قبل الإمارات التي لن تتوانى بدورها في تسليمها لميليشيا الانتقالية ليغضو طرفا رئيسيا في أي مفاوضات سياسية قادمة لكن آخرين في المقابل يرون أن بدء عملية عسكرية في شبوة ضد الحوثيين قد ينعكس بشكل إيجابي على مسار المعارك في مأرب لصالح الجيش جدية التحالف بقيادة السعودية في تحرير مديريات شبوة من عدمه سيعكس بلا شك توجه المملكة في إدارة المعركة مع الميليشيا لضمان أمنها من الخطر الإيرانية خصوصا وأن ميليشيا الحوثي قد نذرت نفسها أكثر من أي وقت مضى لخدمة المشروع الفارسي وتنفيذ توجيهات حزب الله كما أثبت التحالف مؤخرا بالصورة